حدد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الجمعة المقبل الموافق الأول من تموز موعداً لبدء العام التشراعي الثالث الجبوري وفي بيان الله ذكر أن 12 من تموز سيشهد عقد الجلسة الأولى في العام الجديد مشيراً إلى أن هذا العام سيركز في محاسبة الفاسدين والمقصرين في أدائهم واستجواب من تتحقق شروط استجوابه من المسؤولين التنفيذيين على اختلاف مواقعهم ومسؤوليتهم في الدولة الجبوري أفاد بأن الفصل التشريعي الجديد سيتضمن تفعيل عمل اللجان النيابية وعرض تقييم معلن لأدائها